المعارك بين القوات الحكومية الإثيوبي ومقاتل تحرير تيجراي مستمرة على عدة محاور تقول الحكومة الإثيوبية إنها تحرز تقدماً في عدة مناطق فقد أعلنت أن قواتها استعادت السيطرة على مدينة لاليبيلا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بعد أن سيطرت عليها قوات تحرير تيجراي في أغسطس الماضي ومن بين المناطق التي أعلنت الحكومة السيطرت عليها هي بلدة شيواروبيت القريبة من العاصمة أديسابابا وهي البلدة التي أعلنت جبهة تيجراي السيطرة عليها الأسبوع الماضي في سعيها للتقدم نحو العاصمة وعلى بلدة شيواروبيت يؤكد الجيش أنه بات يسيطر على عدة مناطق أخرى في محيطها تأتي هذه التطورات عقب إعلان القوات الحكومية في وقت سابق أن الجيش سيطر على مدينة تشيفرا في إقليم عفر تطور أعلن معه رئيس الوزراء أبي أحمد أن جيشه يحضر لشن هجوم حاسم على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ودعا مقاتل الجبهة والموالين لها للاستسلام لإنقاذ أنفسهم حسب تعبيره تهديدات لا يبدو أنها أقنعت الطرف الآخر الذي أعلن مرارا أنه يحقق تقدما على الأرض مهددا بالسيطرة على العاصمة وإعلان حكومة انتقالية ومع اهتدام المعارك على ثلاث جبهات على الأقل في إثيوبيا تستمر معاناة المدنيين بين مئات القتلى وألاف النازحين من مناطقهم في هذا الوقت أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن الرحلات الإنسانية للمنظمة الدولية بين العاصمة الإثيوبية أديسا بابا وميكيلي في تيجراي استؤنفت مشيرا أيضا إلى وصول 157 شاحنة مساعدات إلى هذه المدينة